موجة من الغضب سادت في الشارع العربي عقب قرار شركة فيسبوك بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء للموقع العالمي لتحديد شكل المحتوى في الشرق الأوسط والسبب تاريخ كرمان الإخواني ومواقفها السياسية رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاجأوا بالخطوة التي قامت بها شركة فيسبوك متسائلين عن المعايير والأسس التي اعتمدتها الشركة في تعيين القيادية في حزب الإصلاح اليمنية الذراع السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابية حيث عبر العديد من النشطاء والسياسيين عن رفضهم للقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين أن توكل كرمان ضيقت الأفق وحضرت العديد من النشطاء على صفحتها الشخصية ممن تختلف مع آرائهم كما انتشر واسم أرفض الإرهابية توكل كرمان أن تكون من حكماء فيسبوك وكانت توكل كرمان عضوا بارزا في حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ذراع لتنظيم الإخوان ولا تزال أراؤها تحكس توجهها السياسية المتطرف كرمان الناشط اليمني المدعوم من تركيا وقطر الداعمتين للإرهاب عرف عنها تحريضها ودعمها للفوضى في الدول العربية كما سبق لكرمان أن اتخذت مواقف داعمة لتحركات الإخوان الإرهابية في المنطقة وجاءت التعليقات المعارضة لتعيين كرمان لتلفت النظر إلى أن إدارة فيسبوك تجهل طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي العربي بعد أن اختارت كرمان ضمن لجنة حكمائها اشتركوا في القناة